مرحبا أعزائي الصغار سأحكي لكم حكاية جديدة بعنوان الديكو يبحث عن همل في أحد الأيام جاء الديكو فقصد النملة قال الديكو أنا جائم يا جانتي دهشت النملة وقالت باستغراب وما علاقتي بجوعك ارتبك الديكو وقال للنملة أنت تملكين الكثير من حبات القمح وباستطاعتك مساعدتي قالت النملة يا له من طلب غريب من قال لك إن السماء أمطرت قمحا لقد ضلت طوال أشهر أكد وأتعب في الحقول حتى جمعت ما يكفيني من القمح أنا مستعدة لمساعدة من يتعب ويعمل مثلي ولكني سأكون بلها إذا ساعدت متكاسلا مثلك قالت الديكو لست متكاسلا ولكني لا أتقن أي مهنة قالت النملة أنت كسلان ولا تعمل ولا تجيد سوى الصياح خجل الديكو وابتعد عن النملة ولكنه لم يحتمل الجوع طويلا وصاح مستغيطا سمح أحد الرجال صياحه وأقبل نحوه متسائلا ما بك أن يهديك قال الديكو أنا جائع لأني بلا عمل ابتسم الرجل وقال من الطبيعي أن تجوع لأن من لا يشتغل لا يجد ما يأكل قال الديكو أنا أرغب في العمل لكني حائر لا أعرف أي مهنة أختار فكر الرجل لحظات ثم سأل الديكو هل تريد أن تشتغل عندي وتتخلص من جوعك؟ أجاب الديكو بفضول ولهفة وماذا سأشتغل؟ فأنا كما تعلم لا أجيد سوى الصياح ضحك الرجل وقال سيكون عملك أن توقدني بالصياحك في الصباح الباكر وافقت الديكو مبتهجا وصارت مهنته منذ ذلك اليوم هي الصياحة قبل أن تشرق الشمس ليوقد النائمين ويبشر برحيل الضلع وهكذا انتهت حكاية اليوم نلتقي في حكاية جديدة مسلية ومفيدة